اللي ظهروا على السطح وكنا نظنهم وكناش نظنهم احنا نبهنا انهم كامنين ولكنه كالثعابين البيات الشيوتي يدفعوا ليلدغوا ويتصوروا ان هم هترجع الزمن وحيرجعوا يخترقوا الاهل ويتوجدوا على المشهد من جديد هيهات انتو بتاخدوا لانتو متصورين وبتحبوه والذي اتاح لكم الفرصة لاختراق الاهل بتاخدوه الى مصير يرفضوا الاهل تماما لان الاهل لن يتسامح مع احد يعبس بسوابته وبتقاليده واسخر منها البيل اللي عمل كل يومه التاني انت مش شاف اللي لال يا راجل ده انت زمالكاوي ما تخليك في نديك مش شاف حاجة حلوة مش شاف الزمالك ده استحقق منك سطرين حلوين مش شاف فيه صفقات جميلة بتتعمل مش شاف فيه موسم يجب ان تراحي به وانت الزمالكاوي اللي قلت الله رحمك ابوه انا كنت فينك عشان تشوف الزمالك بيكسب الدولة والكاس فانت مهمول او بالاهل وعمل تقدم له النصايح لأ مفقوسة وبلدي اللي يبعته لنا يقوله لنا اللهم لشمات بنقولهم اللهم لشمات لان الحقيقة صلابة الاهل في قوة وسبات تمسكه بسوابته وعايز اقول حاجة معلش استاذ وريب دي مهمة الحاجات تذكر مع بعضا الغالبية مرحبة بهذا الهدوء وهذا الاستقرار وهذا كل واحد بقى يركز عشان نشوف موسم جميل كاس العالم كان عنوانه البهجة متى نرى هذه الكرة نريد ان نراها ونريد ان نبني على نجاح تجربة عودة الجماهير من خلال مباراة تونشيب لازم بقى العداد تتضاعف عن كده ولكن مسألة ان احنا نحبس نفسنا في اطار يعني تخيل كده اصداد ابرهيم لو جلنا احنا بقى وكان موجود بقى كل الوسائل المتاحة دي من وسائل التواصل الاجتماعي وبتاع ولقنا قدامنا مختار التيتش ولقنا قدامنا تاريخ عمر لطفي والرموز وطلعت حرب وبعدين ثم كابتن صالح سليم وعبد العزيز الشفعي تسخيل بقى دول لو احنا عملنا زال يومين دول وكل نفس وكل شريدة واردة نحاسبهم عليها ونبتزهم بمواقفهم وبمبادئهم هل كان هؤلاء الذين يعجبونا بالاهل الان سيجدوا الاهل الذي احبوه سؤال لو احنا عملنا كده طيب احنا شفنا الاهل الجميل ده حاولنا نحافظ عليهم وربنا سهل وكنا جزء بسيط من هذا التاريخ على مدى 40 او 50 سنة كابتن حسن كابتن خطيب رموز كثيرة مش عايز عيد طيب النهاردة احنا عملين نجلد هؤلاء بكرباج المبادئ بحق يرد به باطل لا المبادئ في مواقف الاهل المبادئ في كبرياء والمبادئ في صمته حتى يحصل على حقه المبادئ في انك كرمتك يا أستاذ إبراهيم تصرفاتك وأنا بكررها مرة واخر ما فيش حاجة تخوفنا الا تصرفاتنا لما نتصرف بغضب او تهور او اندفاع او معدم مرعاة للصالح العام كابتن خطيب قال كلام رائع قالك مسئوليتنا مسئوليتنا امام المجتمع الدولي والعربي مسئوليتنا امام مصالح بلدنا تخلينا ان احنا مش كل تعرف لو كل واحد في بيته حتى مسك عالكلمة ما فيش بيتي يكمل صحيح بتجي لك لحظة تقول كلام تندم عليه وتسمع كلام ما كنت تتمناه ولكن مسئوليتك عن بيتك والاستقرار وتحضن عليه وتعبر به الازمات يخليك تتنازل وخلي الطرف الآخر يتنازل خلي ولدك يعرفوا ان ساعة الجد يتكلموا ازاي معاكم كده المسئولية هي دي يا أستاذ إبراهيم مش اننا قاعد انظر عليه حق ويراد به بطل الذين اقتاطوا على الخلاف معروف طيار سابق لحد دولي مش مصدق انه بعد عن مشهد ولا عودة له ها لانه اعتمد في ركيزة العودة على انه يزرع لنا اعداء الاهل داخل لنادي الاهل ودي غير مقبول وهو ما حدش هيقبال حتى لو النظام الحالي مش عجبهم الناس هتدور عن نظام جديد ولكن النظام الحالي يوسب اتجاداراته واخد بالك النقطة اللي عايز اقولها ياولادنا خليكوا جنب الاهل شفتوا لما وقفتوا جنب الاهل شفتوا ايه اللي حصل يوم التلده اصفر عن شيء رائع جدا اصدر اصدر ارهيم هذه اللحمة القوية التي ما راهن عليها الاهل يوما وخزله جمهوره الاهل وقياداته لحمة واحدة في هدف واحد مصلحة النادي الاهلي وبما يحافظ على مصالح الاوطان العلي انا خلصت الكلام اللي عايز تقول لك عايز اقول لك نص البيانة اللي صادر عن النادي الاهلي اه يود مجلس ادارة النادي الاهلي ان يوضح ما يليه النادي الاهلي يتحرك كعهده دائما في اطار مسؤولياته المجتمعية والوطنية ويدرك تماما دوره الريادي كاكبر الكيانات الرياضية في وطننا العربي في ترسيخ العلاقات المتميزة بين الجمهور العربية والبعد بها عن اي فتنة قد تصيبها اتنين يثمن مجلس ادارة النادي الاهلي مبادرة المستشار تركي على الشيخ في غلق صفحة الخلافات التي لم ولن يستفيد منها اي طرف ويؤكد النادي الاهلي على مقابلة هذا الاحترام بكل الاحترام وينضم اليه في ايقاف كافة الدعاوة القضائية بين كل الاطراف ويدعو الجميع الى طي هذه الصفحة نهائيا والتركيز في العمل بما ينهض برياضتنا في مصر والوطن العربي تلاتة يتمنى النادي الاهلي التوفيق للسيد المستشار تركي ال الشيخ وشركائه المستثمرين في تجربتهم الجديدة بنادي بيرامدز في اطار من المنافسة الشريفة لألاء قيمة الرياضة العربية بيان موزون مسؤول وزي مقلت لك هذا الموقف اسقط الأقنعة وأوراق الطوت وأظهر لنا العدو من الصديق ولكن البعض استطاع بشجاعة الحقيقة يعني وده اللي أنا عايز أقوله إنه يعتذر ونحن مش هنخلش في النواية هنصدق أن هذا اعتذار راسق نابع عن قناعة إذن كل من اعتذر فلا غضادة ولكن باستمرار لازم نتنبه أن هناك من لا يريد الخير لهذا النادي وارتدي مسوح الرهبان ويعيش بيننا وهو هنا يكمن الخاطر صلى الله عليه وسلم طيب